خبر ايه؟ الحجني يا اخوي! الحجني! مصيبة! فضيحة وعارة! حصل ايه يا فوزيك؟ انا مش هقول عندي شفته بعيني لما تعرف ان مرته اخوي دربتني بالجلب! يا مرارك الطافح! ده ده بوك الحج الكبير عمره مع مالحة! لا! لا يا كريم اخص عليك اخص! حصل ايه تكلمي؟ ما قدرش اقول يا اخوي! انت عجي! استغفر الله العظيم! استغفر الله العظيم اشتر يا رب! اصلي ايه؟ دخلت لجيت الهنب دي؟ فوحض النطع دي وهدك يا! اخناص يا خرفونا يا لبت الادب! يا لبت التربية! تا الكلام ده مش صح! الكلام ده ما حصلش! انت عايزة ايه جنازكش باعي في علاطن! عايزة ايه؟ عايزة احبز على شرف اخوي اللي انتم مرنتين في مرن! يا انا انت مش عايزة علم بقى! ده انت عايزة سوخي! يا انا! انا معايزك! ايش اخاروحي بحقانينا! بتاخد بناتك وتحلي عنينا! فوزية! خراسي! فوزية! متأكدة من الكلام ده؟ متأكدة طبعا يا اخوي! شفتهم بعلي! بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا عايزينك يا اخويا! ودول احنا خلاص طلعناهم من زمتنا! اذا كانت هي ولا بناتها! ماتغوروا وتحلوا عنينا! وانت يا اخوي! يلا اخور! ما عايزينيش تشوفوا الشاكينة تاني! استنى عندك! يا اخويا بحقائما! لا! الله حزة! احزت! احزت tests لي هم يلي افضل اله? طبعا! حزت ع بعدات. حزت! سعال، ليه في طب ده لجوة سعال من حاجه وعدناه ده أنا ما صدقت أترت فيك تعال تعال لجوة ده حاسرة ها خير عاوزي ايه؟ عايزك في استشارة مستقبلية استشارة مستقبلية؟ حلوة دي، قول عاوزي ايه بقول لك يا خواجة يوه هتعاكنن علي ليه بس على الصدر ما انت عارف ان بدايك من كلمة خواجة دي؟ ما أنا عارف انها بتدايقك بتدلي عليك يا عم في ايه؟ ماشي يا حسن يا وضو صاحبي تقول عاوزي ايه؟ أنا عارف ان مراتك عايشة في بلاد برا ما لك بموضوع مراتي؟ ما علينا؟ وبعدين؟ عايزك تقول لها تبعاتلي دعوة، اخلع من هنا والبلد دي ما عجبكش في ايه؟ لا عجباني طبعا، مين جالمش عجباني؟ بس أنا عايز اجرب حظي برا عايزة تمتعه، وعيش كده وبعدين عايزة اجرب الصنف الأوروبي هه 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 ياه، ياه ده بخيرش جول لها بوك ياه تمت جوله، ده حيتبست جوي أنا خابره خابر اللي فراثه زين صباح الفل صباح الخير عسل، اقصد يعني صباح العسل ومين بقى الأمور إن شاء الله؟ دي يا حسن ولد عبد الحكيم الصغير هو عبدالحاكيم عنده ودء أمور قوي كده أما ليه؟ والله الأمور مبسوط جوي إنه واجف جدام الجمر واه بتقول ليه ياه؟ إيه بس يا عم إسحاج بس أنا الصراحة أول مرة أشوف واحدة حلوة جوي كده ما تلمي نفسك يا لأ؟ لمي نفسي؟ حاضر نتلم بس برضك عسل ما تقلقش والله بسيطة أنت كويس بجد الحمد لله متشكرة قوي يا عزت على إيه بس؟ يعني إن أنت ما جبتش سيرت اللي حصل الحمد لله كل حاجة عدت على خير عارف يا عزت أنت كل يوم كده بتخليني أفكر فيك أكتر من اليوم اللي قابله يعني وبتخليني مش متخيلة أن أنا أقدر عيش من غيرك هو أنت ينفع تتخيالي حاجة غير كده؟ لا أنت إيه؟ هتكلمي حد أبي؟ آه هكلم ماما يعني أفهم منها اللي حصل طب ونبي طمنيها وقول لها أن الموضوع تلع بسيط والجرح سطحي حاضر مشي أيا ماما وحشني والله هو أنت كمها بص بقى أنا لازم أفرجك على الشركة بتاعتي عشان ما تقولش أن أنا كنت عايز أنصب عليك وأخدع عليك هههههههههههههههههchan أبوك أنا عمري أبداً ما أنسى الكلام اللي ألغولي بس خلي بالك أبوك ده حبسك وملجمك كان زمانك دلوقتي ماسك السوق كله في إيدك ولو كنت سمعت كلامي كان زماننا إحنا الاتنين ما سكينه تحت بطن خلاص ما إحنا فيها يدخل الشريك أهلاً أهلاً نورتنا لا يا جوجو الكلام ده كان زمان لكن دلوقتي إنا لا يمكن أقبل إن شاركه لا، ده أنت جلبك سود جوي لا، أنا ولا قلب سود ولا حاجة بس أنا مش هقدر أشارك اللي سابني في نص الطريق وبعني بس بعني يا صاحبي كان ممكن تسيبه يا مروان وتقوله إن أنت مش عايز فلوسه بس أنت طل وقت بتحب المضمون عشان كده على طول بتخسر جوجو مش أقول لك بقى إن مروان ديف عزيز علينا أخلص المكالمة دي وجلكم على طول بجبيت نورتنا؟ نورتنا؟ هوا هاي تأخر ولا إيه؟ قول لي بقى ما تجبتش معاك ميراتك ليه؟ أصلينا جاي هنا عندي شغل أممم ولا مش عايز حد يتعرف عليها سمعت إنها عربتك قول لي بقى هي خرجة إيه؟ عرفت منين يا جومانا؟ هو حشدني أيام زمان بس أقلت عليك وطورت وراب كنت عايز أعرف أخبارك إحنا مش كنا أصحاب ولا إيه تي مرتاح مع سليمان قوي آه هو حد حد كويش أنا على فكرة مش أصدى دايقك خالص أنا بس مستغربة أنك الحد دلوقتي ما تغيرتش بقولك إيه أنت حتتغدى معنا النهار ده أنا مش عايزة حاجة من حد وكمان مش عايزة حد يقعد معايا يريد تتفضلوا كده من غير مطرود كل واحد يروح لحاله وإنتم إن كريحة من هنا ورايح لا عم ولا عم ولا مرات عم ملكوش في الدنيا ديغل ربنا وعبد الله ولا وبز خبر إيه تحت مواتينا وإحنا لسه فينا النفس ما سمعش صوتك يا ولية أنت والعقربة اللي معاك دي تصدق بالله لا إله إلا الله يا عبد الحكيم محمد رسول الله أنا لولا ماسك نفسي كنت حشيت رأسك أنت وبناتك ليه؟ بهايم ولا فراخ؟ وبيتك اللي مشت برضك حكتلها قسماً عظماً يوم ما تفكر تلمي الشعر من بناتي لكم مولها فيك وفي دارك وفقلت كلها يا عبد الحكيم سمعتني يا عبد الحكيم؟ هتسوي رأسك برأس يا كريمة؟ آه أنا بتحديك يا ولية الأمي اللي زيك تقول يا حيطة داريني ما تخفي بقى شوية ساكتلك من الصوم حملت قوي مية حريقة فيه شوفت عشان ما أقول لك ما فيش رباية ما تقوليش ظلماهم يلا يا أخوي يلا يا أختي كفاية جلة جيمة ونجاسة النجاسة دي تطلع منك انتي يا بار يا عرّة النسوان ياللي مش لقي يا كلب بلدي أجرب يشمك ولا يعبارك قلتي إيه بقى؟ شايف؟ انت سبب في كل دي يا عبد الحكيم مش ناجس كمان غير إنك تضربيني مش شفشم أنا مش قاعدة في البيت دي ولا دجيجة ولا أنا بالسلامة والقلب دعي لكم اللي عملتيه دي مش هيعد على خير يا كريمة هتعمل إيه؟ هتضربني بالنار؟ اسبع بقى لما أقولك لو كنت بتعمل كده عشان ما انطلبش بحقنا يبقى البابه يفوت الجمل ومع ألف سلامة حقي وحق عبد الله وحق بناتي هناخده من حبابي عنيك يا عبد الحكيم ملكوش حق عندي لا لينا ولينا كتير جوا يا عمي إحنا عارفين اللي لينا بالمليم وأيوة تكون فاكرة إن إحنا بنات مش هنعرف ناخد منك حق ولا باطل أنت تبقى غلطان إيا إيا طلع اللي في جوفكم يا بنات أخوي لا ليك كلام معيهم ولا عليهم كلامك يبقى معي أنا وبس الكلام خلص خلص ترجمة نانسي قنقر